طيب تعالوا نقول الأول ما أدير صلطة العدس معي نصف كيلو عدس خلاص بقى احنا قلنا مسلوء ومتصفي أنا هنا ما عنديش مية خالص مش محتاجها جزرة مبشورة فلفل الألوان مفروم كسبرة مفرومة بصل أحمر مفروم نعم وزي ما قلتلكو تنقعوا البصل في مية وخلوا وتصفوه عشان ما يكونش فيه الطعم الصعب بتاع البصل خصوان في صلطة يعني نيف نايف ما عنديش حاجة ترفعت عن نور فعشان يبقى طعم محل بعد البصل عندي جبنة فيتا مكعبات صغيرة جبنة ملحي خفيف جب أي نوع جبنة أنت بتحبيه قطعي مكعبات وحطيه في الصلطة دي بتبقى لطيفة جدا تحسنها صيفي ومنعشة وألوانها كتير طيب ده بالنسبة لمكونات الصلطة تعالوا نقول الدرسنج باعة مع بعض معلقة صغيرة من التوم المفروم ممكن نستبدله بتوم بودرة لو أنتم ما بتفضلوش طعم التوم القوي أو الني ربع كوبية عصير لمون فرش ربع كوبية مستردة ربع كوبية عصير أبيض ولو أنتم ما بتحبوش المسكر قوي في الصلطة ممكن تستغنوا عنه خالص وتكتفوا بي دبس الرمان عندي كمان ربع كوبية دبس الرمان ملح وفلفل عندي كده من كونات الدرسنج ايه دي عدس مسلوقة هو متصفي تمام عندي جزر مبشور أو مفروم في الكبه بقى على الحسن أنت وغزلتك يعني عندك طول البال كده بشريب المبشرة وانت وقفها زهقنا وعايزة مستعجلة يبقى في الكبه وخلاص أنا بعمله في الكبه على فكرة طب انتو بصوا الألوان صلطة عتس عتس يا جماع اللي هو يعني بنفضل شايلين الكيس في ضرفة المطبخ لحد ما يعني يسوس ويترمي فليه وظفوه في أكلات تنفع أو تبقى مناسبة للجو اللي احنا فيه ما ترموش حاجة اي حاجة عندي لها توظيف إن شاء الله هنقلب بقى الحاجة الألوان الحلوة دي مع بعض كده سوش هيتبقى البقدونس أو كزبرة حتى شبت لو انت بتحبي طعمه مع ألوان الجازر والفلفل خلو بقى عندي طبق صلطة شيك جدا ويعني بر بقى السندوق كفاية صلطة خضرة وصلطة الطحينة اهو بنقلبهم كويس ونعمل الدريسنج على طول دلوقتي مع بعض بس كده خلاص كده زي الفلف طبعا دايما بقولكوا أي صلطة ليها الدريسنج عندي بحط الدريسنج وقت التقديم فقط عشان الصلطة عندي يا خضر مايتبالشي محسش اني نزلت ميا زيادة محسش اني طعم البصر حتى غير حتى لو انا نقعي فميا وخلي فدايما الدريسنج وقت التقديم على طول طيب خلاص انا دي لسا عندي ودول كده خلاص تعالوا بقى نعمل الدريسنج مع بعض سريعا عندي ايه؟ المسترده عندي دبس الرومان بيدي طعم هاي ندرب الدريسنج وناخد فاطلة على طول والعسل الابيض بصتوا ميكس الطعم حكاية عصير اللمون يكون فرش يعني عصرين اللمون على طول ما تستخدموش اللمون اللي هو الشركات مش بيبقى حلو ابدا في السلطات خالص يعني ممكن التدبيل يمشي حالو لكن سلطة بتبقى عايز اللمون فرش وشوية ملح حلوين عشان نعادل الطعم المسكر اللي موجود من العسل ودبس الرومان وشوية فلفل اسود اشتركوا في القناة